دونالد ترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يدان جينائياً على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن يتم انتخابه رئيس فالتهم الموجهة لترامب تعتبر جميعها جينايات وهي من المستوى الأقل خطورة في نيويورك ويحمل كل منها إمكانية السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات كما أن المدعي العام رحب بحكم الإدانة ضد ترامب معتبراً أن هيئة المحلفين قالت كلمتها حين وجدت المتهم مذنباً بكل التهم الموجهة إليه وبالنظر إلى السجن العدلي لترامب يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ أو القيام بأعمال لخدمة المجتمع بالإضافة إلى غرامة مالية هذا وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى الثالث عشر من يونيو المقبل لتقديم دفاعه قبل صدور العقوبة والنيابة العامة حتى السابع والعشرين من يونيو للرد على هذه الدفوع في المقابل الوكيل الدفاع عن ترامب أعلن أن فريقه سيستأنف في أقرب وقت ممكن حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين بحق موكله لكن ترامب لا يزال بإمكانه الترشح للرئاسة إلا أن التصويت لنفسه ليس واضحا بعد لأن بعض الولايات لديها قوانين تحد من حقوق التصويت لمن تعتبرهم مجرمين وموعد النطق بالعقوبة بحق ترامب يصادف قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسميا تعيينه مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر وفي مطلق الأحوال فأن ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإختار القضاء بنيته استأناف الحكم ومن ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسميا يشار إلى أن ترامب في حال فاز في الانتخابات الرئاسية فأن إدانته هذا لن تمنعه من توليه مهام منصبه في يناير 2025 في المقابل ترامب لن يتمكن إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يصدر أمرا بكف الملاحقات في هذه القضية ذلك أن القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفيدرالية ترجمة نانسي قنقر